من يطفئ النار في أمريكا؟ السؤال تفرضه الأوضاع والتطورات حول مكمن المشكلة والحل فتراجع لغة السياسة أمام لغة الشرطة في 13 ولاية على الأقل يدعو إلى التساؤل حول المشهد التالي التظاهرات اتسعت لتشمل كل الاتجاهات والأعراق وليس فقط الأمريكيين الأفارقة غضب ألزم دونالد ترامب بالملجأ الآمن في البيت الأبيض وضع كفيل بأن يصب الزيت على النار كما رأى البعض في تغريدات ترامب ولسيما تلك المتعلقة بإشادته بتعامل الحرس الوطني مع التظاهرات في مينيسوتا وبدعوته لإطلاق النار إذا بدأت أعمال النهب الواضح أن الاحتجاجات تتصاعد ولم تعد تستهدف العنصرية بل المنظومة التي يمثلها ترامب برمتها ثم تمن يعيد الوضع المتدهور إلى إخفاق ترامب المتتالي في الاستجابة على نحو بناء لأي من الأزمات الكبرى التي تعصف بأمريكا من الأحداث العنصرية إلى البطالة فكورونا حتى أن وزير العمل السابق روبرت ريخ تحدث عن صدمة وطنية وأن رئاسة ترامب انتهت فهل نحن أساساً أمام مشكلة أداء رئاسي أم هي أزمة منظومة؟ الإعلام الأمريكي غير الصديق بمجمله لترامب عمد إلى التعتيم الواضح على الاحتجاجات السلمية مركزاً على أعمال التخريب والشغب فهل عاد هذا الإعلام إلى الانضواء ضمن المنظومة؟ ما إن لمس أن الخطر بات كبيراً؟ اللافت أن مضبطة الاتهام في حوذة ترامب ومسؤولين جمهوريين بدأت تتسع أكثر اتهام منظمة أنتيفا اليسرية المناهضة للفاشية بالوقوف وراء أعمال العنف إلى من سماهم روبرت أوبرين أعداء أمريكا في الخارج الذين يزرعون الفتنة بين الأمريكيين مسمياً الصين وروسيا وإيرانا بين محرد ومستفيد وهو اتهام يصور أمريكا نسيجاً متماسكاً لا تتهدده الأخطار إلا من الخارج